انا قبل بس ما ننقل على رمضانيات انا بس عايز احض رأيك في كمان خبر بتاعي يقلي يمكن كان حلم لديلك والاجيال اللي قبل اللي منك لعبت في نادي الاهلي انها تلعب في استاد اسمه استاد النادي الاهلي ودي الخطوة اللي خدها يمكن مجلس الادارة ولي تابعها كل الاهلوية مبارح بوضع حجر الاساس الخطوة الاولى في اعتقد يعني خطوة تاريخية بالنسبة كل الاندي المصرية وللنادي الاهلي طبعا بالاعلان عن تشييد استاد النادي الاهلي رأيك ايه وانطبعاتك ايه اكيد حاجة مشرفة للنادي الاهلي ومشرفة للتاريخ النادي الاهلي يحسب طبعا لمجلس ادارة النادي الاهلي هو وضع حجر اساس استاد النادي الاهلي اللي مش بعيد عن طموحات النادي ومبادئ النادي واهداف النادي حاجة كبيرة مشرفة لجمهير النادي الاهلي على كل اهلاو ان هو يفخر بيها اكيد يعني تفرق مع اللعيب وهو بيلعب في استاد بتاعي يعني طبعا الاهلي ويهي السلام دلوقتي بنشوفه استاد عنده او فيه شخصية الاهلي وفيه روح النادي الاهلي وبالتأكيد فارق مع اللعيبة انها تلعب في ملعب هو ملعبها بتفرق مع اللعيب فكرة الملعب بتاعها والاستاد بتاعها والمدرجات بتاعته يعني بالتأكيد انت اكتر حد ممكن يقول لنا بما انك انت حسيت الموضوع ده اكيد معنويا وخصوصا حتى وانت داخل قط اللبس وانت اصلا بتتمرن في الاستاد بتاعك ان شاء الله يبقى فيه تواجد جماهيري حتى في مباريات افريقيا وانت بتلعب في الاستاد بتاعك وانت بتتمرن حتى في قط اللبس الاجواء حتى قط اللبس بيبقى عليها شعار النادي الاهلي في اي مكان انت موجود فيه انت في الاستاد بتاعك ده بيديك واحساسك كمان انك انت نادي بمواصفات عالمية يعني النادي الاهلي لما بيبقى يعني بيعمل خطوة او بيعمل حاجة بيبقى دايما بيحساسك انه نادي لا يقل عن كل اندية الكبيرة البارسة بايرن ريال مدريد يعني تحس انك انت في سكيل تاني في مستوى تاني خالص ما هو ده ده بيديك فخر حتى ان انت كلعيب ان انت بتنتمي للنادي الاهلي بكل الامكانيات دي ده لكل طبعا عن انت زي ما بحضرك بتقول بايرن عنده الاستاد بتاعه ريال مدريد عنده الاستاد بتاعه كل فرق العالم عندها الاستادات بتاعتها فدي حاجة اكيدة هتضاف لتاريخ النادي الاهلي والمبادئ وقوية من النادي الاهلي اللي بيمشي عليها مجلس الادارة بقى اهدافها حاجة تضاف لتاريخ النادي الاهلي اكيد الاستادة يبقى احلى كتير يعني كنا نتفق بالجماهير النادي الاهلي والجماهير بقى لها فترة غايبة والجماهير بشكل عام بقى لها فترة غايبة عن الكرة شايف قد ايه كان يفرق جدا وجود الجماهير او يفرق مع لعيبة النادي الاهلي وهي بتلعب في وقت زي ده وضغط موريات كبير وبتمثل قد ايه يعني دعمهم للعيبة هو اكيد تواجد الجماهير النادي الاهلي هو كان بيأثر حتى على الفرق منافس النادي الاهلي لما بيشوف تواجد جماهيري بتكلم في 60 او 60 او 50 الف متفرج لما بيوجودين ده بيشوفه في مباراة افريقيا بيديك انت الافضلية وخصوصا جماهير النادي الاهلي انها لا تكله ولا تمله طول 90 دقيقة طول 90 دقيقة ما حدش بيقعد لكن ده بيديك افضلية بيديك رهبة حتى للفرق المنافس النادي الاهلي ده حتى بينزلك المباراة حتى وإحنا في التسخين يمكن 60 او 70 او بينادوا عليك انت كالعيب حراكه صغر صغير ما بيقوله طبعا طبعا هاي ليو انت نزل الملعب يعني يعني عيشت دوت احنا كنا في مباراة برشلونة كان في حوالي 100 او 110 او في استاد كاهرة وكلهم اهلي فكت حاجة طبعا حتى فريب برشلونة اللي هو النادي الاهلي ده ايه في مصر او في افريقيا بالقاعدة الجماهيرية دي كلها لكن دي حاجة بيتققلك انت كنادي طبعا ويتققلك انت كلعيب حتى وانت بتلعب وبتسبب ضغط على الفرق المنافس ان انت بتنزل مبرامة عنويا انت كسبان 50% مع شيرت النادي اهلي مع طموح النادي الاهلي مع اداء النادي الاهلي بيقدر يسهل عليك المباراة